العفيفة التي تجلببت من رأسها إلى قدمها بجلباب العفة والمروءة والحياء والشرف تتهم وقد توقف هنا وهناك وهناك وتفتح الأبواب على مصرعيها لمتبرجة غاية في التبرج بل وربما يحتفى بها وربما يشار إليها على أنها المتحررة والمتطورة والمتمدينة ولا حول ولا قوة إلا بالله تلك إذن قسمة ضيزة فأين العالم كله وأين الأمة من أساطين التطرف الأخلاقي وما أكثر هؤلاء على سطح الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم لن ندرك أهمية الأخلاق إلا إذا تعرفنا على فضائل الأخلاق وكنت قد شرعت في الحلقة الماضية في بيان أهم فضائل الأخلاق الكريمة أذكر في عجالة وأواصل المسيرة أولا قلت من أعظم أعظم الأسباب التي تبين أن الأخلاق الكريمة أمر جليل وأمر كبير وأمر مراد إلى الملك القدير وأمر مراد للبشير النذير قلت إذا تعرفنا على أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أهم غاياتها ومن أعظم أهدافها أن يجدد النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق وأن يربي الخلق على صالح الأخلاق فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي لفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وسنده قد يرقى إلى الحسن بإذن الله جل وعلا ثانيا من فضائل الأخلاق أو بيان أن الأخلاق الكريمة مرادة لله ولرسوله أنها امتثال لأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه بالخلق فقال وإنك لعلى خلق عظيم ومع ذلك يأمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وجميل الخصال وكريم الصفات فيقول جل جلاله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيضا حسن الخلق امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فأنا مأمور وأنت مأمور وكذلك أولادنا بحسن الخلق إذ أن الذي أمرنا بذلك نبينا وخالق الناس بخلق حسن ومن أعظم فضائل حسن الخلق والأخلاق الكريمة أيضا أن الأخلاق الكريمة سبب لمحبة الله لك أيها المربي وسبب لمحبة الله لك أيها الولد الحبيب الغالي وأيتها البنت الغالية الفاضلة هل تدبرت ما أقول هل تدبرت ما أقول من أعظم فضائل الأخلاق الكريمة أنها سبب لمحبة الله لك والله الذي لا إله غيره إنه أمر لا يقف الإنسان أمامه مدهوشا أن يحب الرب عبدا من عباده إن حسن أخلاقه أو إن حسن خلقه أصير بحسن الخلق محبوبا لله جل وعلا لأن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشراف الأمور ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافا الأمور كما في الحديث الذي رواه الطبراني وأبو نعيم وابن عديب بسند صحيح من حديث الحسن بن علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها ويكره سفسافها نعم الله يكره هذه الأخلاق البذيئة ويكره هذه الألفاظ البذيئة ويحب الأخلاق الكريمة يحب معالي الأمور يحب أشراف الأمور جل جلاله قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب عباء